السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم محد ملاقية زوينة وفي نفس الوقت تجي آنيقة فنتبتوا الخيط في التوب واللوي وثلاثة اللويات انوضعوا هنا دريسة صغيرة هنا سنحبك ثلاثة الحبكات فنديروا الخيط في هاد الاتجاه الحبكة الاولى الان سنوضع الحبكة الثانية والحبكة الثالثة دائما الخيط في هاد الاتجاه انا هنا غير تنحبك حبكة عادية نضربوا الان في التوب حاولوا تبعدوا واحد شوية يعني المسافة تكون بعيدة غير واحد شوي ارجع نلوي ثلاثة اللويات لانني انا هنا عندي الخيط على ثلاثة شعرات اتشي علشانة اللوي غير ثلاثة اللويات فغادر ارجع نحبك هناك ثلاثة الحبكات الحبكة الاولى التانية فالان غاد نوضع الحبكة الثالثة هاد الخدمة ساهلة وفي نفس الوقت غير تطلع فهنا نضربه في التوب ونرجع يعني نكمل خدمة ديالي بشكل عادي جدا اللوي ثلاثة اللويات يعني نكون هاد الدريسة الصغيرة اللي انا درت نرجع هنا نحبك ثلاثة الحبكات الحبكة اللولة الحبكة التانية الخيط هنا عندي يعني قرر بتقادات شي علشان خاصني نبدله نكملو هاد الدريسة هادي هنا نحيد هاد الخيط وغادي نطبع تحرك بخيطة اخر جديد كما قلت لكم الخيط هنا نبروم على ثلاثة شعرات هنا انا سرعت الفيديو كنتمنى الخدمة تكون واضحة ويتجي صارحة راقية ممكن تستعملوه يعني في الملاقية يعني اسفل جلابة وممكن كذلك تستعملوها يعني اللي بغا تلاقي بها جلابة من الفوق حتى تلتحت فاخذيت خيط جديد تبتو في الدريسة اللولة وذا بغا تبتو في الدريسة الثانية وغا رجع نكون ثلاثة اللويات هنايا غا ندير دريسة اخرى ثلاثة اللويات وغادي نتبت هنا الخيط في التوب هنا غا رجع نتبتو الخيط في التوب وغادي نستعملو هنا يا وحد العقيقة باش يعني يولي عندنا جمالية اكثر كلها وحدة تستعمل النوع اللي بغايت فنحبك هنا ثلاثة الحبكات ديولي كيف ما حبكنا في الصف الاول غا نحبكو في الصف التاني دائما الخيط في نفس الاتجاه ديولي حبيك ركب داب العقيقة انا استعملت هاد النوع استعملو اي نوع اخر المهم يكون عقيقة يكون صغير يعني في الحجم ديولي يكون صغير الى خدمتو بالخيط مبروم على 4 شعرات فستعملو عقيقة تكون اكبر شوية كلها وحدة تخدم يعني بشكل اللي هي عاجبها فهنا غادي نرجع نضرب في العقيقة مرة اخرى شوفونا الطريقة دي التركيب كيفاش غادي تكون فغادي نرجع هنا غادي نخدم في هالدريسة اللي احداها الخيط ها هو في الاتجاه هنضرب هنا في هالدرسة وغا رجع نكون يعني نفس الخدمة فهد المكان هادا غا لوي ثلاثة اللويات كيف ما اخدمنا سابقا وغا نرجع نضرب هنا في التوب احنا هنا يضربنا في التوب نستمر يعني بشكل عادي جدا اللوي هنا غادي نحبك ثلاثة الحبكات عادي هاد المكان هادا اولي غادي نحبكو فيه الحبكة اللولة الحبكة الثانية والحبكة الثالثة نرجع نركب عقيقة اخرى نفس النوع اللي خدمت بيه في الاول نضربه هنا في التوب نبشر يعني نتبط العقيقة ديالي هنا مزيان لاحظو هنا كيفاش غادي نتبط العقيقة بي يعني بشكل رائع فنرجع نضربه في العقيقة مرة اخرى فهنا غادي نتبطوك العقيقة ديالنا بهالطريقة هادي كيف ما كتشوفو في الشكل هنا كملوا الخدمة بنفس الطريقة كنتمنى ان هاد الفيديو نال اعجاب ديالكم واللي اعجب هالفيديو تبارت عجي هي يعني باش لكي تعمل الفائدة وكل شي يستافذ وما تنسوش الضغط على زر الاعجاب وشكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة